قبل قليل مكتب الرئيس فلاديمير زيليسكي وتحديدا نائب رئيس ديوان الرأسة الأوكراني تحدث عن الناجين وقال أنه تم إنقاذ سيدة قبل قليل تم إخراجها من تحت الأنقاض طبعا بلغ عدد القتلى حتى الآن 21 قتيلا بينهم طفل واحد وعدد الجرحى 71 جريحا بينهم 13 طفلا وبلغ عدد الناجين حتى الآن 39 شخصا تم إخراجهم من تحت الأنقاض بينهم ستة أطفال هذه هي الأرقام التي تم نشرها صباح اليوم من قبل مكتب الرئيس فلاديمير زيليسكي حول الضحايا في هذا التفجير أو هذا الاستهداف للمبنى السكني متعدد الطوابق في مدينة دينيبرو طبعا أحمد تعلم أن الضربة الصاروخية بالأمس كانت موجهة إلى عدة مدن كان هناك عدد من المنشآت للطاقة التي تم استهدافها نتيجة ذلك انقطعت الكهرباء في كثير من المناطق أو المدن الأوكرانية ولكن شركة الكهرباء قالت أنها سيطرت على أغلب الحرائق التي نجمت في هذه المنشآت واستطاعت أن تستعيد التيار الكهرباء في معظم هذه المناطق لكن هناك معاناة في ثلاثة مناطق في الفيف وفي كييف وفي أوديسا هذه المناطق الثلاثة تدخل في نظام قطع التيار الطاري وهذا يعني أن الجداول لا تعمل وأن القطعات قد تستمر لساعات طويلة أحمد ترجمة نانسي قنقر